اشتركوا في القناة معالي السيد احمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس المؤتمر معالي السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية معالي السيدات والسادة الوزراء وممثل الحكومات وممثل اصحاب الاعمال وممثل العمال الحضور الكرام انه لمن دواعي سعادتي المشاركة في هذه الدورة رقم خمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد هنا في العاصمة العراقية بغداد حيث ابدأ حديثي بتوجيه الشكر والتقدير الى العراق حكومة وشعبا وعمالا على حصن الاستقبال والحفاوة وتمنيا نجاح هذا المؤتمر والخروج بتوصيات من اجل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بنا من كل جانب خاصة العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعب فلسطين وفي القلب منه قطاع غزة وكذلك التحديات التي تواجه بعض بلداننا العربية الشقيقة التي نعلن مساندتنا لها ودعمها في مواجهة محاولة التفكيك والتمزق والحصار الاقتصادي ومنها لبنان وليبيا والعراق وسوريا والسودان السيدات والسادة ان العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة كل التحديات وهو ما يفرض علينا نحن اطراف العمل الثلاثة من حكومات واصحاب اعمال وعمال التعاون والتنصيق لحماية ملف العمل من تلك التحديات العالمية والعربية ان لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل العربية لديها رؤية مستقبلية ترتكز على تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج وفقا لمبدأ السلاسية التي ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر واجاد المناخ المناسب لعلاقات العمل الناجحة التي تشكل احد اهم روافد جذب الاستثمار لاجاد فرص العمل اللائق امام الباحثين عنها او الوافدين الجدد الى اسواق العمل لاسيما الشباب وكذلك تكريس الثقافة العمالية النقابية ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للعدالة والسلم الاجتماعيين والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة الحضور الكرام ان خارطة طريق لجنة الحريات النقابية منزمة العمل العربية ترتكز على ما يليه اولا التأكيد على اهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة باعتباره وسيلة وادافة عالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريز ثقافة الحوار بكل اشكاله ومستوياته ثانيا دعوة الدور العربية التي لن تصدق على الاتفاقيتين العربيتين رقم 8 وتسعة لسنة 1977 بشأن الحريات النقابية ورقم 11 لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية للتصديق عليهما والتأكيد على اعداد برامج تثقيفية وقانونية ونقابية للعمال الوطنية والعمال الوافدة لزيادة وعي العامل نحو زيادة انتاجية ورفع قدرات التنافسية في اسواق العمل ثالثا التأكيد على حق المرأة في المشاركة الفعالة في التنظيم النقابي والحياة الاجتماعية والسياسية باعتباره حقا اساسيا كفى له لنا القانون والمواصيق الدولية رابعا التأكيد على موقف لجنة الحريات النقابية ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه بكافة السبل ونطالب جميع أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال بمخاطبة كافة المنظمات الأممية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على هذا الكيان الصيوني المجرم وللضغط على ما يرتكبه من مجازر في حق أشقائنا في فلسطين كذلك نجدد على تضامننا لمواجهة التحديات التي تواجه بعض بلداننا العربية الشقيقة التي نعلن مساندتها ودعمنا في مواجهة محاولة التفكيك والتمزق وفي هذا الصدد فإننا نثمن الموقف المصري ومتمثلا في قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض تقويد القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني بما يسمى بصفقة القرب وختاما فإننا نتوجه للشكر بكل الشكر للعراق الشقيقة شعبا وحكوما على هذا المجهود المبزول ولمعالي المهندس محمد شيعي السوداني رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال والمجهود المبزول لإنجاح هذا المؤتمر المهم والذي يعقد على أرض العراق والتي كانت الحضن الأول للمؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة العريقة في يبيلها الزهبي كما أتقدم بالشكر للأخ العزيز سعادة السيد فايز النطيري مدير عام منظمة العمل العربية على جهوده والأسرة مكتب العمل العربي من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الثلاثة ودعم صيانة الحقوق والحريات النقابية ونسمي جهود المنظمة في تعزيز الثقافة العملية ونتطلع إلى عقد العديد من الدورات والندوات لإعداد قواعد نقابية قادرة ومثقفة وقادرة على الحوار الاجتماعي وأيضا نتوجه بالشكر للاتحاد العراقي العمالي على الاستضافة الكريمة وللزميل الأستاذ سطار دنبوس رئيس الاتحاد العراقي وأنا نتقدم بالشكر أيضا لزملائي أعضاء لجنة الحريات ونلتقي دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة